اشتركوا في القناة للأهمية الخاصة والدلالة المحورية سيريات والسادة تحرص مصر دوماً على المشاركة الفعالة في أنشطة الاتحاد الدولي للاتصالات من خلال المساهمة الإيجابية للخبراء المصريين منذ انضمامها إليه عام 1876 ثم انضمامنا إلى مجلس الاتحاد عام 1973 صاغت الحكومة المصرية استراتيجية لبناء مصر الرقمية ترتكز على عدة محاور تستهدف تحقيق التحول الرقمي وبناء القدرات ودعم الإبداع وتوفير بنية تحتية رقمية قوية وآمنة فضلاً عن إعداد الإطار التشريعي والتنظيمي الداعي لتنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولقد نجحت مصر في مضاعفة متوسط سرعة الإنترنت الثابت ثماني مرات لتصبح الأولى إفريقياً وشرعت بالبدء في توصيل الخدمات الإنترنت فائق السرعة لنحو ثمانية وخمسين مليون مواطن يقتنون ثلاثة ونصف مليون منزل في نحو خمسة آلاف قرية مصرية ضمن مشروع حياة كريمة كما انتهينا من ربط أكثر من عشرين ألف مبنى ضمن مشروع ربط المباني الحكومية بشبكة الألياف الضوئية ونعمل على تنفيذ خطة لإنشاء ست عشرة مدينة ذكية وكذلك إنشاء مدينة المعرفة كصرح تكنولوجياً لدعم الابتكار وجذب الاستثمارات إن مصر تضع نصب أعينها بناء الإنسان كمرتكز أساسي لبلوغ مصر الرقمية اتضاعفت أعداد المتدربين ستة وخمسين ضعفاً لتصل إلى حوالي ربع مليون متدرب سنوياً وزيدت ميزانية التدريب ست وعشرين ضعفاً خلال أربع سنوات فقط ولقد كان للجهود الدقوبة لبناء مصر الرقمية إنعكاساً إيجابياً على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يظل الأعلى نمواً بين كافة قطاعات الدولة المصرية على مدار أربع سنوات متتالية بمعدل نمو يزيد عن ستاشر في المائة كما زادت صادراتنا الرقمية بنسبة نمو سنوي نحو عشرة بالمائة الحضور الكريم تطلع نصر دوماً بدعم أنشطة الاتحاد حيث تستضيف المكتب الإقليمي العربي كما استضافت أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الرديوية عام 2019 وستستضيف فعاليات المنتدى العالمي لمنظم الاتصالات عشرين تلاتة وعشرين الذي نتطلع لمشاركتكم الفعالة به وتصبو مصر دوماً إلى الاستمرار في وضع قضايا التغيرات المناخية ضمن أولويات الاتحاد وفي هذا الإطار أتشرف بدعوتكم للمشاركة بفعاليات الدورة سبعة وعشرين لقمة المناخ الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ مع صادق تمنياتي لحضراتكم بأعمال موفقة ومدولات مثمرة وشكراً شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة